النهاردة الحقيقة كمان يمكن كان فيه كلام على فكرة حفلة دابست طبعاً الصلاح المرشح نجمنا المصري طبعاً مرشح للقب وبينافس فيها مع اتنين من اهم نجوم العالم روبرت ليفندفسكي نجم بارميونيخ وبولندا وطبعاً ليوميسي نجم الارجنتين وبي اه جي الحفلة دي مفترنها تتعامل يوم الاتنين اللي جاي وكان فيه كلام كده اتنطور وانتشر فترة اخيرة انه صلاح طلب من المنتخب انه يسمحوله انه يسافر يحضر الحفلة ويرجع والكلام ده الحقيقة لا اساسها له من الصحة وصلاح اساسها ما طلبش ده وطبعاً صلاح نجب كبير جداً ومقدر تماماً طبعاً جائزة مهمة جداً جداً ونتمنى نتمنى طبعاً كل المصريين ورا صلاح نتمنى انه لاعب مصري يتوج بالجائزة دي وعلى حساب مين؟ ليفندفسكي ومسي لكن بالتأكيد طبعاً صلاح مدرك تماماً حجم المسؤولية كابتل منتخب مصر يا جماعة ازاي يسيب المنتخب ويروح لحفلة توزيع جواز مهما كان اهميتها ومهما كان قدرها الحفلة يوم الاتنين ان شاء الله انتبهها وان شاء الله باذن الله يعني نتعشم رغم من منافسك صعبة جداً مسي وليفندفسكي الاتنين الحقيقة من افضل نجوم العالم لكن نتمنى ان شاء الله صلاح كل التوفيق